ترجمة نانسي قنقر داخل قيادة الحرب في إسرائيل في نفس الوقت قاعدين نشوف تهافت وزيارات مكثفة للقادة الغرب أخرهم ماكرون يوم وسمعت خطابه في تل أبيب توافد متواتر يعني التنقل ولا ميداني معاش فقط مسامدة معنوية أو عملية والتي يتنقلوا هما شخصيا لإسرائيل ماذا وراء هذه الزيارات المتعددة هل هي دعم لحكومة نيتانياهو هل هي محاولة لإنقاذ البيت الداخلي الإسرائيلي أم إنقاذ للحكومات هذه نفسها وللزعماء القادة نفسهم اللي عندهم في بلدانهم استحقاقات وعندهم حملات انتخابية قادمة شكرا لك هو الدعم طبعا يعني موجود وغير مشروط ودعم مطلق من طرف الإمباري الغربية وأساسا معناها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا ويتاليا وبريتانيا لهذه الحرب هذه الحرب اللي شنها الكيان الصيوني ضد شعب أعزل ضد المدنيين ضد الأطفال ضد الشيوخ ضد النساء يستهدف المدارس المساجد الكنائس المستشفيات واللي فيها يعني سمود ملحمي بطولي للمقاومة الوطنية الفلسطينية وللشعب الفلسطين ثم مقاومة بطولية ملحمية اللي يقدم فيها شعبنا في فلسطين أبهى صور الصمود وأبهى صور التضحية وأبهى صور القدرة على المقاومة ما هيش بالمعنى التقليدي هي عملية إبادة حقيقية يعني ما هيش تصادم قواء نظامية تقليدية كما نعرفوها هذه يتم استهداف يعني شعب بكل الوسائل الوحشية دون اعتبار لأي قيمة من القيام الإنسانية لأي قيمة من القيام حتى القوانين التي تم وضحها من طرف هذه الكيانات التي تسيطر على العالم الإنكسامات طبعا بشتلقها والإنكسام هو الآن هو إنكسام عالمي تم أحديث القطبية ومنها مقولة العول ما وهيمنت القطب معناها الغربي على مجريات ما يجري في العالم هل إنه العالم قبل 7 أكتوبر هو نفسه العالم بعد 7 أكتوبر منجراء مجرمي؟ طبعا لا هو منقسم هو منقسم اليوم مبين الشعوب التواكه للحرية التي تدعم نضال شعبنا العربي في فلسطين من أجل حقه في أرضه كاملة ومن أجل حقه في البقاء ومن أجل حقه في بناء دولته الوطنية المستقلة وهناك الشعوب في البلدان العربية وفي بلدان كذلك حتى الغربية التي تنهض دعما لشعبنا العربي في فلسطين وهناك الأنظمة فما الأنظمة؟ فما الحكام اللي هما اليوم يسند رسميا هذه الحرب الهمجية الشريسة هذه الحرب العنصرية اللي يقوم بها الكيانسيوني وهي حرب إبادة وهي جريمة حرب وهذا هزني لكلمكم أو لبيان الحزب أمس تقولوا دعوة للشعوب العربية في كل الأقطار إلى احتلال الساحات وشوارع ومزيد الضغط على الأنظمة بهدف قطع العلاقات مع كل الدول المورطة في العدوان إيش معناها قطع العلاقات؟ نحنا نشوفه اليوم النظام العربي الرسمي موقفه هو موقف الصامت وموقف معناها مذل وموقف اللي خائن القضية وخائن للإنحياز للقضية العربية والقضية الفلسطينية وحق شعبنا ويصمت أمام هذه الإبادة الجماعية اللي تعرض لها شعبنا ونحن نعرف طبيعة الأنظمة هذية الأنظمة هذية فيها أنظمة مطبعة ونعرف أنظمة اللي هي أنظمة تقريبا عشائر ما هيش يعني دول بذاتها يعني مجموعة من العائلات اللي تجني في أرباحها من الرأي النفتي وإلا من الغاز وما ذلك واللي هي معناها تحفظ مصالحها من خلال الوجود العسكري الصيوني وإلا الوجود العسكري الأمريكي أو الغربي بشكل عام واللي اليوم في هذه المعركة المعركة هذه معركة كبرى وهذه المعركة معركة تكسر عظام حقيقية عندما تكسر عظام هذا أو ذاك لن تجبر ولذلك نعتبر أن إنخيرات شعبنا العربي في كل الأقطار ضروري جدا ضد الأنظمة التي تقف صامتة والتي لا تنحاز والتي لا تقوم والتي لا تنبس ببنت شفاه إنحيازا لهذه القضية العادلة ولذلك نعتبره في العديد من بلدان العربية ضروري وأن أحرار هذه البلدان القوى الوطنية داخل هذه البلدان القوى التقدمية داخل شباب هذه البلدان أحرار هذه البلدان أنهم ينقضوا على هذه الأنظمة ويضجوا مضاجحهم ويزعزعوا أركان نظامهم القائم من أجل حملهم على أنهم ما يكفوش هذا الموقف هذا في الوطن العربي أما في البلدان الأخرى نعتبر أنه في العديد من العواصم الأوروبية ممكن أنه تنهض حركات ثورية أو حركات تقدمية حركات شعبية اللي فيها العديد من العرب والمسلمين ومن الأحرار من القوى التقدمية من أجل زعزعت أركان أن الأنظمة القائمة من أجل وأنه ما يخليهش حالة من الاستقرار اللي تحمل هذه البلدان لأنها اليوم تنحاز تسيبها مباشرة للكيان الصهيوني وتشرع معناها عملية عبادة فرنسا مثلا فرنسا من الحلقة الأضعف في سلسلة معناها التحالف الإمتبريالي الغربي ضد فلسطين ولذلك معناها العرب والمسلمين والأفاركة وأحرار فرنسا والقوى التقدمية في فرنسا والقوى اللي تساند شعبنا في فلسطين عليها أن تزعزع أركان النظام القائمة في فرنسا سمش كون جيوبك على ذلك يقول لك وجهة النظر هذه ما هيش في محلها التاريخ يتطلب وأنه في قلب موازين القوى في معارك كبرى ما فماش طريق الآخر غير أنك تنحاج وأنك تنخرط في عمل فعلي هذه الحرب حرب كبرى رفيق عبد السلام يجاوبك في تدوين يقول لك الرجال السنديد يقوموا في الميدان والخنادق دفاعا عن الأرض والعرض وردا للعدوان وهؤلاء يرفعون أصابعهم إلى فوق ويربسون الكفية الفلسطينية للتزاين بها الرحوي لو كان في غزة لقبض عليه الغزة لقبض عليه الغزويون متلبسا بجاربة التخابر مع العدو شكرا لك بارك الله فيك وبرك الله فيه وزيد عتدين هذه أنا مضبية رأيك رأيي معناها ذايا مسايا بفلسطين وكذا ولهي بالرحوي كله تلاهي بمورك موقف الرحوي تلاهي بمورك موقف الرحوي لا يتطلب أنه هو وإلا غيره يعلق عليه نحن منحازون وقدمنا شهداء في فلسطين رودبلغ حزب الوطني الديمقراطي المواحد تقدم شهداء في فلسطين وقدمنا فيدائيين في فلسطين وقدمنا فيمتي ذحايا في المقامة وكنا فيمتي الله معناها عنا مناظلات ومناظلين داخل معناها الجبهة الشعبية لتحريف فلسطين وداخل المقام الوطني الفلسطيني هذه من ناحية من ناحية أخرى نحن نعمل كل يوم على التعبئة ونعملوا كل يوم على طرح المحاور الضرورية دعما وإسنادا حقيقيا لشعبنا في فلسطين أكان في كل ما يتعلق بالعمل التطوعي أكان في كل ما يتعلق بالعمل التضامني اللي حملات اليوم معناها يقوموا بها مجموعة من الشباب في كل المجالات في مقايمة قدمها الجيل الأحمر اللي قاعد يتخدم عليها وفما حتى أهداف في كل أسبوع إيش بيش يعملوا إيش بيش يقوموا بعملية تحسيسية من أجل جمع التبرعات وحث ومعناها يعني تحريك معناها المواطنين واللي بتبيعتهم والمواطنين متحركين حث المواطنين وإعطاء هدف حقيقية متعلقة بحاجات أبناء شعبنا في فلسطين في غزة فيما يتعلق بالأدوية فيما يتعلق معناها بالغذاء فيما يتعلق بالجنالات المتاع الكهرباء فيما يتعلق معناها بكل ما يحتاجوه في هذه الحرب اللي هي بالفعل اليوم تعتبر جريمة حرب واللي في هذه المناسبة العديد من الأصدقاء والرفاق اللي بدأوا في إجراءات تقديم معناها قضية باش تتقدم في محكمة الجنالات الدولية على اعتبار نتنياهو باعتباره مجرم حرب وعلى اعتباره فمتي الله معناها أحدى الوجوه الأساسية لهذه الحرب الإجرامية وكل المكونات المادية لاعتبارها جريمة جرائم حرب موجودة باعتبارها إبادة عنصرية عرقية باعتبارها إبادة جماعية باعتبارها معناها حرب عشوائية تستهدف الجميع تستهدف يعني المساجد وتستهدف الكنائس وتستهدف المستوصفات تستهدف المدارس تستهدف الشيوخ تستهدف الأطفال تستهدف النساء تستهدف كل شيء والليوم بالمناسبة نحييه وكل كل أبناء فلسطين اللي يقفوا معناها ليلة النهار في المستشفيات أكانوا من الحمال المدنية أكانوا من الهلال الأحمر أكانوا من الأطباء أكانوا في امتلا من المواطنين المتوعين معناها اللي بالفعل سمود بطولي ملحمي خيالي في ظروف من القصف اليومي راهوا كل يوم في تونس يسقط أكثر من أربعمائة شهيد كانت تقرابة ثلاثمائة شهيد في اليوم اليوم أكثر من أربعمائة شهيد في اليوم عشرات الآلاف من الجرحة اليوم حرب إبادة حقيقية كنبيا كيان سيوني بذب أبنائنا شعبنا العربي العزل في فلسطين يتفعلوا معك تفضل حبيت نسى الكسلمونجي في طار تفاعل كنت أشرت أن فرنسا هي الحلقة الأضعف في هذا التحالف الإمبريالي ضد القضية الفلسطينية غير التظاهر أمام الصفارة الفرنسية وليشوفنا في تونس وليشوفنا في دول العربية أخرى مثلا ماذا يمكن لدولة مثلا مثل تونس أن تقوم به في طار ضغط على فرنسا معناها في طار موازين قوية معينة في طار حجم معينة هو الشارع الشلب الشارع المسيرات اللي قاعدة تمشي كل يوم ايش طالبة؟ طالبة فيمتلة ترد السفير ترد السفير ويجب ترد السفير ها؟ هذي كله فيمتلة مطلب هذي من المطالب اللي ضروري وأنها معناها يقع المضي فيها لأنه البقاء على نفس العلاقات الدبلوماسية مع بلد اللي شرع في الحرب واللي هو اليوم بفعل تذيله بفعل تذيله للحلف الغربي هو في ذيل الحلف الغربي بفعل تذيله معناها يزر المواقف الأكثر تشدد والأكثر فيمتلة فاشية والأكثر فيمتلة معناها غلو في الموضي نحو الحرب وانتم ريتو باللي الدعوات نحو تشكيل الحلف واعتبار فيمتلة معناها حماس وكأنها داعش بمعنى وأنه استدعاء قوات الناتو فيمتلة لقيام بعمل مشترك في غزة هذا كله فيمتلة شكون يقوم به قاعد يقوم به إيماني بيل مكرون اللي هو في ذيل الحلف يتصدر المطالب ويتصدر معناها التوجهات من أجل وأنه يبقى شادد في ذيل هذا الحلف لأنه العضعف بربي فقط أخبار العجلة الآن سمحني سمحني ماجد المنجي فقط الأخبار العجلة تعرفنا ديما مضغوطين بما يحدث في فلسطين المتحدث باسم الجيش عفوا الإسرائيلي يقول الآن لن ندخل الوقود إلى قطاع غزة والبيت الأبيض يقول لا يمكننا تأكيد استعمال إسرائيل للفسفور الأبيض في غزة وليس هناك الكثير من التقدم بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة الناس الكل فضل مجي راحوي في ما يتعلق بسؤالك في المسألة الاقتصادية على أساس أنه نحن نضروا هكا اقتصاديا هذا المعنى لأنه مبينة التجارية مع الاتحاد الأوروبي هذا جزء من الشارع عنده الرأي هذا لا هو مش جزء من الشارع عنده من الرأي هذا هو جزء من العدم من الناس اللي ما هيش منحازة حقيقة القضية الفلسطينية واللي تحب توظف الموقف الرسمي اللي اخذته رئاسة الجمهورية من القضية الفلسطينية على أساس وأنه ناجم يرجع لنا بالضرر وأنه بش نتخنقه هذا يتم الترويج ليه بصفة واعية من هؤلاء وهذاك علاش يلزم مواجهته لأنه اليوم تونس اللي رفضت صندوق النقد الدولي واللي قالونا تو كان ما تاخذوش معانا صندوق النقد الدولي تو تموتوا واللي رفضت اللي هي بالاخرانية متاع الاتحاد الأوروبي واللي وقت اللي جاءوا أربع برلمانيين والخمسة برلمانيين بش يجيوا ويطلوا على الديمقراطية في تونس ويتفقدوها قالت لهم مقعد وغاديكا ممنوعين بش يدخلوا التراب التونسي واللي المفاوضة الأوروبية قالت لهم اللقاء اللي عندكم بيجيوا خليواها غاديكا تنتفاهم فيها مع بعضنا هذي تونس قاعد تتغير وتتبدل بشكل حقيقي فيما يتعلق بالسيادة الوطنية وفيما يتعلق بالقرار الوطني وفيما يتعلق بالخيارات الوطنية والخيارات الوطنية عندها ثمن ويمكن يكون الثمنة ذي أقل الأثمان وقته وقت اللي بالفعل فم التعويل على الذات وقت اللي فم تصور اقتصادي واجتماعي اللي فيه التعويل على الذات لأنه الشعوب والأمم نهضت واتطورت واتقدمت وقت اللي عملت على ذاتها مش وقت اللي تنظر للآخر أنه بيشي قدملها منة ولا بيشي قدملها فيمتي لا معناها هدية فما حاجة فكرة قالها أحد المفكرين العظام في الوطن العربي قال الحرب وحربان حرب لك وحرب عليك إذا كانت الحرب في مجال القتال الظروسة فهي في مجال الفكر أكثر ظروة كأن تفكر بفكر خصمك فتلك ضربة قاسمة ما يزمناش الفكر بفكر الخصم لأنه الخصم يحب يحاولنا إلى أذن الله غير قادرين غير أنه نحن عاجزين نحن قادرين وقادرين والتوانسة بينه أنهم قادرين والوطن العربي والشعوب العربية والشعب العربي في كل قطر بين أنه قادر تونس عندها تاريخ تثالف سناء وتونس فمت الله قدمت الكثير للإنسانية وفلسطين أعطت مثال في عملية تفان الأكسة وأنه الحديث على أنه الكيان السهيوني الأقوى في الاستخبارات الأقوى في الاستعلمات الأقوى في معناها جهاز الحماية والأقوى فمت الله في أنه لا يمكن الاختراك في عملية الأكسة بيّنت عجزها وبينات قدرة سمحني بينات قدرة الذين يريدون اللي عندهم الإرادة اللي عندهم الإرادة لأنه إرادة الشعوب لا تقهر وقت اللي يفهمها الشعوب تحب تتطور وتحب تتحرر وتحب في أنت تتقدم وتحب تبني اقتصادها وتحب تتلفي فيه هاي لمعنى الفكرة بتاع أنه نحن عنا مبادلات المبادلات هذه عنا جيراننا عنا الجزائي وعنا ليبيا وعنا مصر وعنا فيمت العديد من بلدان وعنا إفريقيا هذا كله نجمه نطوروه ونبدلوه ونغيروه باش نجمه نخرجه من التصور التقليدي على أنه فقط خلينا نظر لذيق الوقت يجب نعرق قلبك مع بي فاضل يا رجلات سمحون يا سمح سمح في أنه الموقف الرسمي التونسي والموقف الشعبي كان فيه انسجام كبير متماهيان ومتماهيان والموقف التونسي شعبيا ورسميا كان الأشجع والأقوى وكان بالفعل موقف تاريخي هذا لا يختلف عليه عاقلين سيمونجي لكن أخشى ما أخشاه الحقيقة وهذا حكيته حتى النهارة ذو أن نسقط في فخ المزايدات من قبيل من يدعو اليوم إلى ترد سفير فرنسا لن يتوقف عن المزايدة غدوة يقول لك أن تردوا سفير أمريكا وغدوة يقول لك أن تردوا سفراء الاتحاد الأوروبي الكل بما أنهم مشاول تل أبيب ويلتقيوا في نتنياهو ومشاركين في العدوان ويسندوا في العدوان غدوة يزيد يقول لك كل الأنظمة العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني زاد السفراء ومشي يعملوا عنه في تونس وثقف ومداء هذه المزايدات لن يتوقف وعليش أنا قلت المزايدات يجب أن لا نسقط في فخ المزايدات لأنه تعرف جيدا سيمونجي وآخالك متابعا جيدا للمنابر الأعلامية وما يقال فيها راو اليوم عملاء الصهيونية أكثر ناس مع التطبيع اليوم في تونس هو مرامل يدعيه راو للمسائل القصوية هذه من قبيلا تردوا السفراء الأمريكا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية المتبعة تردوهم الكل وبالتالي الناس هذومة اللي ما نجحوش في أنهم يعملوه بالتآمر وأنهم يعملوه بالفلوس وأنهم يعملوه في الارتماء في أحضان الأجنبي وغير 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 وبعد 25 جولية اليوم رام يدفعوا فينا دعا دفعا للسقوط في مثل هكذا المزايدات وبالتالي يجب أن نكون حاذرين وحاذرين جدا السؤال الثاني يكمل نحكيه وتوى على مسألة التعويل على الذات وأنه نعود على رواحنا وبعيدا على الارتهان وبعيدا على إملاءات الجهات المالية المالحة وصندوق النقدوني مش ممكن أنا معاه أنا معاه ونادي به ممكن ممكن ولو ضحي من أجل بلادنا ولو ضحي من أجل تونس الجديدة ما عنديش مشكلة لكن سيمونجي نضحيه الناس كل ما معنى أنه نواب اليوم يمنحوا لرواحهم منحا وكيفاش نجم تقنع مواطن تونسي طيو يتفرج فينا بخطاب التضحية والتعويل على النفس وانا نشوف في نائب يزيد الروح هذه هي ما ونسمعوا بها أكل قوانين الممنوحة والدستير الممنوحة ومنعش نوا هذا منواب منحوا لرواحهم منحة وقالك حقنا قدامك نائب سابق يلا تفضل مجرح شكرا فيما يتعلق بالملاحة والسؤال الأول هو المسألة المزايدة تأكد يا صديقي يعنيها اللي قاعدين يزيدوا والمزايدين بشكل عام ما عاد عندهم ما يزيدوا ما عاش عندهم ما يزيدوا الموقف الشعبي أعلى منهم اليوم كتشوف شباب اللي قاعد يخجل معاها وتشوف جمعيات الكورة قاعدها تعمل وتشوف الطلبة قاعدين يعملوا وتشوف المتوعين في الهيلة الأحمر خليات نحو اللي تخدم في كل بقعة وتشوف الشباب اللي قاعد يخدم في عمليات توعية بتاعتبرع ما تلجمش تزايد عليهم دكورده الله وتشوف المظاهرات اللي قاعدة تحبط والشعارات اللي قاعدة تحبط شعارات واعية شعارات هادفة شعارات عندها مضامين حقيقية معناها ما تلجمش تزايد عليها في الموقف الرسمي متزيلوا بشي زايدوا على الموقف الرسمي معناها متزيلوا بشي نجم يقولوا اكثر مقالوا رئيس الجمهورية في انتماء القضية الفلسطينية ووقوف تونس الى جانب الشعب العربي وتوصيف الصهيونية بأنها مجرمة وأنه شعب الفلسطيني حقه فيه أراضيه كاملة والقدس عاصمته معناها بش تزيدوا أكثر من هذا شي يحبوا معناها شنين المطلوب من رئيس الجمهورية أشي يعمل يتلثم ويمشي للقسام ويعمل وكل ما أعطيني خليني معاكم هذه بلاد تونس بكل قاعدة واقفة رمزيا معنويا ماديا من أول الطائرات اللي مشات معناها هتقدم في العون وسند الأبناء شعبنا في فلسطين هي الطائرات التونسية الطائرة الحربية التونسية اللي مشات فهمت الله وهزت ما يجب أنه قديمها بمعنى وأنه مسئلة المزايدة اللي تحكى لهم أنهم يزايدوا ما عادش عندهم باش يزايدوا لأنه لا الشعب وصلولوا ولا الموقف الرسمي وصلولوا يا ما أحلى يزايدوا يا ما ننخرتوش في المزايدات لا فما مطالب ممكن تترح اللي عندها معناها مغزاها وعندها معناها وعندها مزيدة خارجية يستدعي أبوش كله سوفراء هاته الدول شوف ويناقش معهم ويوعبرهم على وجهة نظار تونس ويدعوم ليقافوا العدوان هذا دي جاء عاملوا سيدة بيل عمار اليوم هذه كلها لا مهم هذه كلها معناها مسائل اللي زيد في الضغط واللي تعمل على أنه تغير موازين القوى وأنه تعطي فرص فرص حقيقية هنه فما فرق من أنه طالبة بالشيء وأنه نقوم به عمليا الضغط به نعرف أبوش كلك حاجة شوف اللي ضروري يقع واللي هو قادر على حسم أو أنه يكون عنده تدخل بنسبة ما في حسم المعركة هو الموقف الشعبي اليوم عندما في فرنسا الجالية المغاربية معناها والعرب والمسلمين والأفارقة وأحرار فرنسا يتحركوا ويزلزلوا أركان نظام ماكرون اللي مهترق لأنه الوضع الاجتماعي يخوله لذلك لأنه الوضع الاقتصادي يخوله ذلك لأن الوضع السياسي يخوله ذلك وضع سلمش أرجع لمحاور الرئيسية بمعنى وأنه اليوم نحن حزب الوطن الديمقراطي الموحد وقت اللي اطرحنا معناها وكنا عملنا دعوة عالمية الأحرار العالم وكتبنا في متل البيان بتاعنا باللغات الأجنبية من أجل وأنه توصل لأحرار العالم ولكل المساكنين العالم في متلاف البلدان اللي عندها دور في أسناد الكيان الصيوني بالنسبة نحن نعتبره أنه شيء نجم يقلب أو يقدم أو يسهم في قلب موازين القوى هو قدرة هذه الشعوب وهذه الحركات على أنها تزعزع أركان النظام القائم من أجل المنحة الممنوحة أنا من يوم اللي كنت نائب رفضتها رفضت وأنه تم زيادة للنواب إذن ما بديكش موافقة من المجلس تأسيس حتى من بعد شوف أعتقدوا أنه بالله هالأخلاقين عادي في المنجي بما أنك نائب سي بقول فاذا أخلاقين عادي أخلاقين مش معقول أخلاقين غير مقبول تماما أنه في وضع كما تونس في وضع اللي فيه كما كنت نسمع فيك بكري تحكي على عمال حضاير تحكي فيمتي الله على الحضاير مستعدين بش نضحيو نس شنو المطلوب إذن المطلوب وبكل بساطة أطلب من نواب أنهم يعدلوا وبشجاعة يقولوا نحن رافضين هذا ومناش بش فما لي مش رافض فما يقولك أنا من حق لا لا ما هو فما أغلبية فما أقلية فهمتوا فما مكتب مجلس وفما رئيس مجلس فهمتوا ببساطة تامة وأنه ويكونوا جريئين زادا كما أكرواها وما أكرواها في المكتب بكري نسمع فيمتي الله معنا في السيدة نايبة كالفة تم أكرارها في المكتب لأنه بشياكة منحها مدة أكتوبر نوفمبر ديسمبر فهمتوا لا بزاة ما قبضتش أي بزاة ما قبضتش أي تم أكرارها في المكتب تم أكرارها طلبتوا أنا أول مرة نسمحها معناها تم أكرارها يسئلناي بتقوله وامشي لآمر الصرف أي ما في بلتي ليه هي في بلتي متحذلقة برشا هي في بلتناك تعمل فيه يلا لا تجاوز عليهم وأنهم يرفضوا هذا وما يتعاطوش معاه ويكونوا جريئين لأنه الجرأة والشجاعة مهمة في أوقات اللي بم حاجة مع هذه الثمن شكرا لي معناها الثلاثة دينار مش يخذوها معناها الثمنها غالي بالنسبة لثقتهم بالناس وبالنسبة تعاطيهم الأخلاقي مع هذه الوضعية واضح ما يمكنش النايب توا وقت اللي يفهم يعني عملية متاع شعب اللي عاني توا يعاني يعاني شعب اللي عاني بالفعل بالضبط وانتي خطر عندك الامكانية باش تزيد الروحك زدت الروحك مبلغ مهم رو ألف دينار ألف دينار رو فهم شكرا ليكم مجير رحوي واخل الفكرة شكرا أنا نطلب منهم أنهم يعدلوا عليه ويعلنوا بشكل واضح وأنه تم العدول عليه واضح وتجاوز هذا العمر شكرا لك على الحضور بعد لحظات مش نحكيوها على الانتخابات المحلية القادمة مع نوف الفريخة نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاصل ثم نعود